بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وأقاتلكم بكل خير إيدو كهين الصهيونين يقول لا نقبل أقل من اعتذار رسمي من المملكة العربية السعودية وإقالة الكائن طبعا بن خسين يقصد الخطيب اللي هو خطيب الجمعة في مكة المكرمة الذي يعني دعا على اليهود مع إن الخطيب لم يدعو أو لم يعمم في دعائه على اليهود وإنما قال اليهود الظالمين اليهود المعتدين إلى آخر هذا الكلام طبعا هذا التصريح أو هذا الكلام يعني من إيدو كهين إيدو كهين ده معروف يعني ممحكات يعني رجل كده تحس أنه هو يعني عمزة شغل النسوان يعني فهمت زي أنت دايما رغاي ورط رطة كده في الكلام لك لك دايما وأبدا هو ده إيدو كهين لكن عموما صهينة يعني بدأوا يتبجحهم يعني بيتعاملوا إن المملكة العربية السعودية تسمع كلام واحد تافي زي ذا صغيوني مالوش أي تمن ولا لي أي أصلا أي فائدة أقول لك اعتذار رسمي من السعودية طيب يا سيدي إحنا كلنا بندعي على اليهود وبعدين إنتوا أصلا يعني كتاب المقدس يعني أساءتهم إلى الأنبياء طبعا ليس هذا هو الكتاب المقدس الذي نزل عند الله سبحانه وتعالى ولكن في التوراة بتاعتكم إساءات لجميع الأنبياء طبعا الأنبياء كلهم مسلمون وليسوا لا يهود ولا نصارى كما قال الله تبارك وتعالى وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إذن هذا يعني من إيدوكهين هذا تطاول يعني طبعا إيدوكهين تقريبا يعني هو كان مستشار أبن كيدا لشارون إيدوكهين له علاقات مع بعض الخليجيين المهم أني بعض التصرفات الخليج جعلت فيه طمع وفيه تطاول وفيه يعني استهبال متحرفش من الجماعة الصغينة طبعا إحنا بنقول إيدوكهين أنا شخصيا يعني نحن لا نعتذر عن شيء هو شرعي ولا نعتذر وأعلى مفقلكم ركبون شوفها تعملوا إيه مملكة العربية السعودية مملكة بها الحرمين مملكة قوية مملكة إقليمية دولة إقليمية لها قدرها فيعني مش حب أنك إنت تطلع تتطاول ونفتول اعتذر رسمي ومش اعتذر رسمي اعتذر رسمي عن إيه أنا مش فاهم يعني بصراحة اعتذر رسمي عن إيه أنه أقول لي أن الله مل عن اليهود أنا بقوله لعنة الله على اليهود فأنتم العنون أصلا رب العالمين لعنكم أنتم مغضوب عليكم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال فأنا أقول هذا التطاول وهذا التجاوز ليس من فراغ وإنما وجدوا فيه يعني تساهل وتهاون من الدول الخليجية خذوا من مسألة الإمارات والانبطاح للصغينة والتطبيع ببلاش بدون أي مقابل خذوا من هذا أن العرب يعني محتاجي لنا كمان أنتم مش عايزينه تطول ليه وهو يعني يشعر أن دولة الكائنة الصهيوني المحتلة اللقيط هذا بتحمل خليج يعني تفهم إزاي؟ هو بيتكلم برضو من منطلق قوة بتكلم إن إحنا يعني إتفاقيات في مع الإمارات والبحرين وفي تواجد صهيوني في الخليج وحتى السعودية لم تبدي قلقها السعودية لم تبدي أي اعتراض لوجود قوات صهيونية على حدودها في الإمارات والبحرين وجود مخابراتي وجود أمني لدولة الكائنة الصهيوني فسعودية لا تبدي أي اعتراض أو أي تحفظ على وجود هذه المخابرات فطبيعي إن واحد زي إيدو كهنده يتطاوئ طبيعي إنه يتجاوز يعني إذا كنا إحنا مثلا إحنا بنروق كمان في منطقة الخليج يعني يوتيوبر يطلعوا يتكلموا إن عدونا إيران وإن إحنا بنتحالف مع الكائن الصهيوني ضد إيران وإن الكائن الصهيوني حبيبنا والترويج للكائن الصهيوني على أساس إنه هو مش عدو وإنه هو كيويت وإنه هو كويس جدا يعني بالنسبة لإيران واخد بالك فطبعا الكلام ده كله بيخلي الأشكال زي دي تتطاول يعني يخلي الأشكال زي دي يقولك اعتذار رسم عشانه ويقيله الخطيب ويقيله الخطيب حنشوف كتير جدا جدا من العينات دي يطلع يتجاوز ويتطاول في حق الدول العربية ليه؟ لأن فيه تهاول من الدول العربية مفيش قوة مفيش وحدة حقيقية مفيش تلحم حقيقي كل واحد بيدور على يعني انبطاح الواحد وكده فالمفترض أني أنا وجود صهينا في الخليج أمنيا ومخابراتيا ده يهدد أمني أنا كالسعودية فلماذا؟ طبعا تصريح زي بتاعنا محمد بن سلمان ده ننظر لإسرائيل كعدو ولكن ننظر إليه كحليف محتمل هذا أيضا يعطي بعض هؤلاء الحثالات الجرأة إنه يطلع تطول ولكن لا نقبل إلا طب هو يفرض يفرض السعودية من أعتذرتش على تعمل إليه ما الذي تستطيع فعله أو أيها الصهيوني إلا من تعتذر السعودية وكمان إيه؟ تقيل هذا ويقولك الكام هذا حزاء وأشرف من أمة من أمثالك أشرف من الأمة بتاعتكم كلها هذا هذا الخضيب يعني فخلاه ما أعتذرتش يا نسعودية ومش هتعتذر إن شاء الله طبعا أنا بتكلم على يعني فهم؟ ومش هتعتذر وأنت بتملي شروطه على السعودية وأنت مين أنت أصلا؟ أعني أنت شغالي أنت؟ أنت أين أنت؟ حتى لو طلع رئيس وزراء إسراء نفسه وما يقدرش يقول الكلام ده فمشكلة كبيرة مشكلة كبيرة أصبح الأقزام يمزقون النسيجة الأحرار أصبح الحثالات يعني يتطولون على أهل الشرف وأهل الكرامة وأهل العزة ولكن هذا هو حال المسلم عندما يعني يتهاون في بعض الأشياء ويقول يعني من باب يعني عشان نبقى يعني الناس بتلوش علينا مش عارف إيه ويعني حاولوا أنهم يجملوا أو يحسنوا صلوتهم قدام العالم وذا غير صحيح العالم عارف كويس جدا جدا الإسلام وعارف المسلمين والإسلام حسن بدون تحسين من أي أحد أنت لو ما تكلمتش بشارع الله وما تزمت الشارع أنت بتسير الإسلام وأنت بتقبح صورة الإسلام الإسلام زي ما هو في كتابه الصنة مش محتاج لنا ولا أنت ولا أي أحد في الدنيا يحسن صورة الإسلام وربنا يعز السعودية وينصر السعودية وينصر المئة الأمة الإسلامية ونقول لهؤلاء الصهاينة لا تعدوا قدركم والله قدركم معروف مهما علوتم في الأرض ومع أنكم مش عالين ولا حاجة أنتم حثلات أنتم حثلات ولكن يعني مهما شعرتم بأنكم أنتم أقوية أنتم زمان ادعيتوا أن الجيش الذي لا يقهر لا ولكن يعني المصريين مرمغوا عنفكم في الطراب قصروا هذا ودمروا هذه الإشاعة الأكذوب الكبيرة الجيش الذي لا يقهر والخط الذي لا يضم الخط برليف والقناة التي عبرت والحمد لله رب العالمين فلا تظن يعني نفسك أنك أنت حاجة فنسأ الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين أمين ورب العالمين ونسأ الله سبحانه وتعالى أن يذل الكفر وأهله أن يذل الشرك وأهله اللهم عليك يا رب العالمين باليهود أجمعين إن لم يهتفون هم أبغل اليهود المعتدين لا اليهود أجمعين ما أنه يعني شرع نحن نقول الله يا ربنا يهديهم يعني لكن الظالمين منهم والمعتدين اللهم انتقم منهم يا رب العالمين هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته